النوع الآخر من القوائم المتوفرة في HTML هي القوائم المرتبة Ordered List يمثل العنصر OL الذي هو اختصار ل Ordered List قائمة من العناصر التي يعتبر ترتيبها مهما هذا يعني أن تغيير ترتيب عناصر القائمة يغير معنى المستند وهو عكس ما رأيناه مع القوائم الغير مرتبة تماما كل عنصر في قائمة OL يتم تمثيله باستخدام وصم الـ I كما في قوائم UL لنأخذ مثال لهذه القائمة المرتبة الترتيب الصحيح للكلمات في الواقع انجليزية فعكس القوائم الغير مرتبة فإن تغيير ترتيب العناصر في هذه القائمة يغير معنى المستند ولنذهب إلى محرر النصوص لنرى أمثلة أخرى للقوائم المرتبة في HTML إذن أمامنا نفس المثال الذي رأيناه للتو قائمة مرتبة الفرق الوحيد بين القوائم المرتبة والغير مرتبة في HTML هو بتغيير UL إلى OL الباقي نفس الشيء يتم تمثيل كل عنصر من عناصر القائمة باستخدام العنصر الـ I إذن قلنا أن تغيير ترتيب العناصر داخل قائمة OL أو القائمة المرتبة يغير معنى المستند فالترتيب الصحيح للكلمات في اللغة الإنجليزية على سبيل المثال هو هذا الترتيب وتغيير هذا الترتيب كما هو واضح يغير معنى المستند ولنرى مثالا آخر هذا الترتيب يختلف في اللغة العربية إلى أي ترتيب الكلمات في اللغة العربية يختلف عن ترتيب في اللغة الإنجليزية نلاحظ هنا القائمة ونفس الشيء لا يمكن تغيير ترتيب هذه العناصر لأن معنى المستند سيتغير ولدينا مثال أخير هنا سيكون أكثر وضوحا إذن لنفترض أن هذه قائمة بالأماكن التي عاش فيها شخص معين إذن باستخدامنا للعنصر OL فإننا نعطي أهمية لهذا الترتيب ولمفهم من هذه القائمة هو أن هذا الشخص ولد في الصومال ثم انتقل إلى اليمن ثم إلى المدينة المنورة أي أننا هنا نعطي أهمية للترتيب وهذا الترتيب له معنى واضح جدا أن الشخص عاش أولا في الصومال ثم اليمن ثم المدينة المنورة لكن ماذا لو استخدمنا العنصر OL فهنا سيتغير معنى المستند وسيتغير أيضا معنى القائمة بحيث كل ما نستطيع معرفته عن هذا الشخص هو أنه عاش في هذه البلدان الثلاثة ولا ندري أين ولد وأي الأماكن التي عاش فيها أولا قبل أن ينتقل إلى مكان آخر إذا نتراجع عن هذه التغيرات وما ينطبق على القوائم الغير مرتبة بخصوص تشعب القوائم داخل بعضها البعض ينطبق أيضا على OL فبإمكاننا إنشاء العديد من القوائم داخل قوائم أخرى مرتبة ولا داية لاتكرار نفس المثال الذي رأيناه سابقا مع القوائم الغير مرتبة إذن وكما نلاحظ فطريقة عرض القوائم المرتبة يختلف عن طريقة عرض القوائم الغير مرتبة فهنا مثلا يتم استعمال الأرقام ويمكننا بالتأكيد تغيير طريقة العرض مثلا يمكننا استخدام الخاصية طيب على كل هذه القوائم ويمكننا تغير ذلك إلى الحروف على سبيل المثال ABC وغيرها من الأنواع وحتى من دون استخدام السما طيب كما رأينا قبل هذا فافتراضيا يتم عرض القوائم باستخدام الأرقام إذن أكتفي عند هذا الحد وإلى فيديو آخر مع أنواع أخرى من القوائم في HTML أراكم لاحقا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر